إذا للمزيد من التفاصيل عن هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت سيد سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سهلا بك سيد نادر معنا بداية كيف يقرأ موقف إيران الآن مع الإجراء الأخير الذي اتخذته وبدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم إلى درجة تصل نقاءها 60% في موقع فوردو أعتقد أن الأمور تأخذ مصار تصعيديا خاصة أن إيران لم تتعاون مع الوكالة العالمية للطاقة ولذلك كان هناك قرار أو اقتراح تقدمت به فرنسا وبريطانيا والوليات المتحدة الأمريكية تحس إيران على التعاون هناك آثار لاستعمال الإيرانيوم وجدت منذ سنتين تقريبا لم تتعاون وفق الوكالة الدولية إيران بالتحقيق عنها وهي تريد وهنا المسألة الأساس هي أن تريد من وكالة الطاقة الدولية أن توقف التحقيق بهذا الشأن إلى ما بعد توقيع الاتفاق وهذه نقطة أساسية تحول دون العودة إلى الاتفاق الموقع عام 2015 والتي خرجت منه واشنطن عام 2018 اليوم هناك أمور أخرى تزيد هذا الملف تعقيدا أولا ما يجري في الداخل الإيراني الذي أغاز الرأي العام الدولي ودفع دول أوروبية بفرض عقوبات على إيران والثانيها وقد لا يكون هذا بتفصيل التعاون إرسال الطائرات دون طيار إيرانية للمشاركة في المعارك في أوكرانيا وهذا أيضا يشكل تحدي لمصالح واشنطن وبالتالي هناك قراءة لدى الغرب أن إيران تستعمل اليوم كل أدوات زعزعة الاستقرار وتهديد مصالح أوروبية وتهديد الأمن العالمي وهذا يعقد التوصل إلى تسوية بشأن الملاش سيد سامي هذا النهج ستتبعه إيران منذ الأزل يعني الآن حاليا ما الدور الذي ستتخذه الوكالة الإجراءات التي ستتخذها الأمر الآن بات يتطلب أكثر من إجماع بين الدول الغربية ودعوة إيران للتعاون أصبح هناك نوعا من إجماع حتى الطرف الصيني والطرف الروسي لا يمكنه أن يتلقف الموقف الإيراني الذي يريد إعاقة التحقيق ولكن المسألة الأساس أن الوقت يمر إيران تزيد التخصيب التخصيب عفوا وبالتالي عملية العودة إلى الوراء والعودة إلى الاتفاق النووي تصبح مستحيلة أو من دون جدوى مع الأيام مما يعيد طرح خيارات أخرى على الطاولة ليس أقلها الخيار العسكري لذلك رأينا البارحة أن هناك قرار تستعد له واشنطن لإرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل من أجل تموين طائراتها الحربية عبر السماء وبالتالي الأمور تأخذ ما صار تصعيدي والوقت لا يلعب لصالح تسوية سلمية لهذا الموضوع شكرا لك على هذه المداخلة معنا وهذا التحليل من بيروت مباشرة السيد سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية شكرا جزيلا لك